السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الأحد 18 آب أغسطس القمر اليوم موجود في برج الدلوس تقرب تماماً يوم 18 طبعاً احنا ذكرنا أنه في خلوم مسار والانتقال في حلقة الأمس ولكن منعتبر أن الحلقة من بعد منتصف الليل القمر الآن موجود في برج الدلوس رح يظل موجود في برج الدلوس حتى تمام ساعة 10 51 دقيقة من مساء يوم الاثنين بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحود القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 58 دقيقة ظهراً ظهر اليوم الأحد بتوقيت جرينجج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبي وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد القمر اليوم بما أنه موجود في برج الدلوس معنات اليوم نشعر أنه بحاجة ملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها نود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة بميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام فيما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي الأخيرة لأنه في زاوية وحيدة اليوم القمر ما بشكل زوايا يعني منسميه إحنا القمر المحترق مش سلبية عالية جداً لآتاره ولكن الزاوية اللي رح تتشكل اليوم اللي هي زاوية التربية السلبية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية ذروتها ساعة 9.46 دقيقة صباحاً بتوقيت جرانتش طبعاً هاي الزاوية تأثير إلها تقريب الأربعة أيام ومستمرة أربع أيام قادمة بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل المسائل كما أنها تجعلنا عصبيي المزاج من ارتكب الأخطاء نتهور وهذا وقت غير صالح للشراكات لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة تخلق لدينا أفكار تهورية مخالفة للرأي العام تجعلنا عصبيين ومن ارتكب الأخطاء ومتهورين وهو وقت غير صالح للشراكات دولياً طبعاً بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالباً بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين ممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تفجيرات أو سلازل كمان هتشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصاً حرية التعبير وممكن يتعرض بعض الرجال الصحافة أو الكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقال بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية نهائياً لإلها خلال هذا اليوم بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية طبعاً بالنسبة للعملية الجراحية خلال هذا اليوم أنا ما بنصح فيها نهائياً إلا إذا كانت اضطرارية ولكن الأعضاء اللي ذكرناها ما بنصح فيها نهائياً لأنه اكتمال القمر والقمر عند الاكتمال دائماً منقول لأنه بصير فترة نزيف للدم فهي لا تصلح للعمليات وخصوصاً الأشخاص اللي بيأخذوا مميع الدم ممكن إبر تحت الجلد اللي هي الكلكسان أو اللي بأخذوا حبوب كأدوية للقلب أو أشياء مثل هيك فهدولا ما بنصحهم بإجراء العمليات الجراحية لأنه بدهم يكونوا حذرين جيدة للحجامة اللي بدهم يعملوا حجامة اليوم هذا ممتاز للأشخاص اللي بيحبوا يعملوا حجامة مناسب أيضاً لعمليات التجميل اليوم مثل الحقن ولكن الجراحة ما بنصح فيها الأمور البسيطة التجميلية ولكن الجراحة العميقة ما بنصح فيها لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر ولا بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ والحنة ولكن بدأنا في مرحلة لا يصلح فيها القص العلاجي القمر بما أنه مستقر في برج الدلوخل والمسار القادم زي ما حكينا رح يكون يوم الاثنين بيبدأ ساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة واحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره 14 يوم الساعة ثلاثة وخمسة وعبعين دقيقة بعد العصر نبدأ باليوم الخمسة عشر نسبة الإضاءة تسعة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الدلو حتى يوم تسعة عشر ثمانية سعيد بنسبة ستين في المية الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعة العصر سعيد بنسبة سبعين في المية عطارة في الأسد بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين ثمانية منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في العذراء حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية منتحس بنسبة ستين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم أربعة تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم خمسة عشر دهش منتحس بنسبة عشرة في المية ورنس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم سبعة اطناش منتحس بنسبة عشرة في المية وبلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة وبتناسبة للعمل ضمن مجموعة بتخوضوا مجالات عديدة ومتنوعة نضموا جدول أعمالكم تحسبا لضيق الوقت برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بظل فترة هاي مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهمش إنه ما تشوهوا سمعتكم الظروف ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة لعمل مهم كون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهوية تسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتنشطوه في السفر والاتصالات البعيدة وبإمكانكوا تعزيز رغباتكم أو بتزداد رغباتكم أيضا في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن بعضكم يسافر أو يوقع لعقدة أو يروج لمواهبه أو اهتماماته كونوا جارئين وما ترتبكوا في المواقف المهمة والصعبة حاول إنك تركز بشكل جيد وتكون بالمواقع المتقدمة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنهمكوا بإعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات حول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم وكونوا وثقين من أنفسكم أو من كفائتكم وما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك ممكن تنشغل بملف إداري برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة هذه الفترة تعتبر من أسوأ أيام الشهر وأكثرها تحديداً لاستقرارك حاذر من الفضائح بتميل لفرض الرعي على آخرين حاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنجات القمر موجود مقابلك طاقتك ضعيفة عطار دبيت راجع عندك كل هذا الضغط اليوم حاول تمشي بسلام برج العذراء رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها قلق نظم وقتك جيداً تفاذي لأي تقصير أو تأخير وما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبك ومتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط فني بتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير وهي فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر من أكثر أيام الشهر حظاً ورغم أنه في تراجع العطارد إلا أنك مدعوم ببعض الحضود فأهم شيء أنك تستغل هذا اليوم وإسعى للمبادرة لأجواء رومانسية ودافئة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شيء أن تحموا وضعكم الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمور عقار أو أعطال منزلية أو حدث عائلي أهم شيء أنك تتجنب الإنفعال والتصرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك متقلب ومتجاحم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتنشطه بالسفر والاتصالات واللقاءات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر عالية جداً اليوم أهم شيء أنك تتصرف بدون إنفعال فعشان يقدر تسيطر على إنفعالاتك ممكن تضطر لتقديم مساعدة لأحد الإخوة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب بيجي هذا المكسب عادة من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاولوا أنك تعملوا بجدية ونضموا شؤونكم المالية وامتنعوا عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو أنتم ممتلون النشاط وحيويه اليوم لأن القمر خلاص يوصل عندكم وعندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد وبتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات وبتتسلط الأضواء على قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة وهي فترة إيجابية ممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجالات جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشعروا بالتعب بسيطر عليكم اليوم لأن القمر خلاص وصل لبيت المتاعب فعشان هيك بدك تمشي هاي الأيام بشكل روتيني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة وبنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم اتخلص من عادتك القديمة انشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء